سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائرة سيد عبدالقادر طالب عمر تحية لكم وشكرا على حسن الضيافة والاستقبال أهلا بكم شكرا وأهلا بكم ومشاهديكم الكرام في البداية سعادة سفير أعلنت فرنسا عن تبنيها لطرح المغربية المتعلق بمنح الحكم الذاتي الصحراوي في إطار السيادة المغربية المزعومة ما هو ردكم عن هذا الموقف؟ بالله يجب أن نسجل الظرفية التي جاء في هذا الموقف خاصة الظرفية التي تمر منها فرنسا وأيضاً لأظام المخزن المغربي الكل يعرف أن فرنسا تعرضت لنكسات وتراجعات كبيرة في سياسة الداخلية وحتى في سياسة الخارجية وبالتالي هي تبحث عن متنفس وتتعرض للكثير من الضغوط والنظام المخزني أيضاً لم يعد يقبل بالدعم في الخفاء بل أصبح يشترط على كل الأعضاء والأطراف التي يتعامل معها الإعلان عن مواقفها وبالتالي هم كل واحد بحاجة إلى الآخر لقيام بمقايضة فيما بينهم وتبادل الخدمات مثل ما قام به النظام المغربي في مقايضته للقضية الفلسطينية مع القضية الصحراوية إذن هذا هو الإطار الذي يجي فيه هذا وبالتالي هم يظنوا بأنه سيقومون بتحالف دولي جديد لخدمة الأجندات الاستعمارية وخاصة بعد الفشالات التي تعرضوا لها والكل يعلم أنه أخيراً النظام المغربي يتكلم عن تعاون الدول الإفريقية المطلة على المحيط الغلسي وأيضاً أنه ينوي فتح معبر لدول الساحل والسحراء وكأنه بهذه الاستراتيجية الجديدة وهذه الدعاية الجديدة يمكن أنه يجلب قوى استعمارية لدعم هذا المشروع وممولين من المطبعين وأيضاً يجذب بعض الدول التي تجري وراء السراب ووراء الأوهام بأنه هذا شيء ممكن لأنه هذا من ناحية لما نلقي نظرة على الخريطة نرى أنه هذا من المستحيلات لأنه هناك دول لا تجمع النظام المغربي بأي حدود معه حتى يمكن أن يقوم بسياسات من هذا النوع وإنما هو نوع من الإغراءات والشعارات التي لها دور مؤقت وستفشل مثل ما فشلت كل شعاراته وكل استراتيجياته وكل مرة هو يقوم مرة كان يقاطع مثلاً الاتحاد الإفريقي ويقول أنه هو تخذ موقف مرفوض وشتموا وانتقدوا ولكن لما رأى أنه هذه السياسة فشلت عاد إلى الاتحاد الإفريقي يعني لي يفرق ويشتت في مرة ظن أنه سيغير من التحالف مع الغرب إلى الشرق الآن هو بعدما سائم أنه هو يريد انضمام الاتحاد الأوروبي الآن هو يريد أن يتجه نحو إفريقيا إذن هي شطحات وتغيرات في السياسة المغربية كل مرة وفرنسا انساقت معه بعد أن كانت هي تقف معاه وتقوم بمواقف أكثر خطورة من هذا الموقف نفسه التدخل بالطائرات بالجوار ضد المقاتلين الصحراويين وإعطاء المعلومات والدعم الاقتصادي والعسكري هذا كان موجود ومعروف اليوم يسقط هذا القناع وتنوي هي الإعلان عن هذا الموقف للانحياز الفاضح وهي كبلد عدو دائم في الممتحدة تدوس على القانون الدولي إذن ظنة أن هذا وقت ملائم لضغط على الشعب الصحراوي وحتى على أصدقاء الشعب الصحراوي لحسم هذا النزاع ولكن هذا النزاع لن يحسمه موقف لأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية موقف ترامب لم يحسم هذا النزاع باعترافه بالسيادة للمغرب وأنه اتفاقية مادريدة الثلاثية لم تحسم هذا النزاع والتمويل اللي كان يتلقاه من بعض الدول في الخليج وتزود بالأسلحة من الغرب لم يحسم هذا النزاع 51 سنة من الصمود الشعب الصحراوي يعني أفشلت هذه المحاولات إذن هي محاولة مصيرها الفشل مثل ما سبقها من المحاولات ولكن تظهر نوايا القوة الاستعمارية والمخزن والصهاينة لأنه ينوو القيام بتصعيد في المنطقة وإبعاد فرص السلام وتغذية التوتر وانتهاك حقوق الإنسان وهذا أصبح مكشوف أمام العالم والشعب الصحراوي وأصدقاء الشعب الصحراوي في كل مكان سيتصدون لهذه المحاولات وهي محاولة تستحق الإدانة والاستنكار من طرف حرار العالم سعدة سفير معروف أن القرار صدر عن حكومة تصريف أعمال لا يحق لها البد في قضايا استراتيجية مثل هذه وهو ما يعتبر تعدي الصارخ عن روح ونص القانون أليس كذلك سعدة سفير؟ هو القرار نقطة ضعف الكبيرة أنه فاقد للشرعية لأن قضية السحراء قضية تصفيت استعمار وهذه مسجلة لدى الممتحدة والسنويا الجمعية العامة الممتحدة واللجنة الرابعة واللجنة الـ 24 تجتمع حول هذا الموضوع وتقدم تقرير كقضية تصفيت استعمار ومجلس الأمن يجتمع مرتين في السنة حول هذا الموضوع وسبقا صدر العديد من القرارات في هذا الموضوع والمحاكم الدولية صدرت قرارات أنه لا سيادة المغرب على الصحراء الغربي وفي القانون الدولي لمنطقة الصحراء إقليم لم يقرر مصيره بعد إذن فرنسا كاعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن هي قامت والرعية للسلام والشرعية الدولية هي من قامت بخرق هذا القانون وبالتالي خطورة الموضوع هو كونه غير شرعي وغير قانوني موضوع أنها حكومة تصريف عمال أو حكومة من نوع آخر لا يمثل شيء أمام خطورة هذا الخرق الفاضح الذي لا يستند على أي شيء شرعي وحتى هو يعبر عن نواية تغذية الصراع والتوتر في المنطقة بنية استعادة ما فقدتهم من النفوذ في المنطقة أو الانتقام من المقاومين والمنادلين والمكافحين من أجل السيادة والحرية لتعم شمال إفريقي طيب ماذا عن الخطوات التي ستنتهجها الجمهورية العربية الصحراوية ردا على القرار الفرنسي المجحف ولا أخلاقي؟ والله هو التعريف أولا مخاطر هذا القرار وشرحه هو إلى حد ساعة هم أشعروا الحكومة الجزارية مثل ما جاء في بيان وزارة الخارجية أنهم سيقدمون على هذا القرار وإذا كانوا سيقدمون عليه كما وعدوا فينتظر أنه يسمع هذا القرار في المستقبل القريب نحن نتمنى أنه بعد هذا ردود الفعل اللي صدرت من عدة بلايات أنهم يراجعوا أنفسهم رغم أنهم كما ذكرت سابقا وكانوا دائما إلى جانب المغرب ولكن كانوا يتسطرون وراء الحل الدولي والإطار الدولي وكما قلت الشعب السحراوي سيواصل بكل الطرق الشرعية بالجانب المقاومة المقاومة هي الحل لأن الشعب السحراوي راهن كثيرا على الشرعية الدولية وعلى الأمم المتحدة ولكن هذا لم يأتي بأي نتيجة وهذا فرض عودة الكفاح المسلح إلى الأراضي السحراوي تقريبا نفس التجربة التي تعرفها فلسطين التي انتظرت عودة التي تصدر على الأمم المتحدة أيضا السحراوي ينتظروا ولكن فرض العودة الكفاح المسلح وهذا هو أيضا ما تعلمناه من ثورة أول نوبمبر في النشيد الوطني الجزائري يقول لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارودي وزن إذن يعني استكلمنا وتكلمنا والتالي يفرض علينا نرجع له هذه تجربة الشعوب كلها وهي الطريق اللي ستصل بها الشعوب إلى تحرير بلادها نحن لسنا دعاة حرب ولكن هم سدوا أبواب السلام وما يقون به هو سد أبواب السلام والنضال بكل أصنافه هو طريق المقاومة ودعوة حرار العالم أنهم يندوا بهذا القرار ويستنكروه ويدعموا الشعب السحراوي مثل ما تنادي به قرارات ممتحدة باعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية وكل الدول مطالبة بدعم الشعوب المكافحة وكلها مطالبة أيضا بالامتناع عن دعم المستعمر هذا هو القرارات التي تنادي فيها الأمم المتحدة والجزائر طبيعة الحال هي في أرياحية لأنها تدافع عن القانون الدولي وتدافع عن الشرعية مثل ما هو موجود في القرارات الأمم المتحدة القرار 15-14 لتصفيت الاستعمار وكل اللوايح إذن الجزائر تدافع عنها إضافة إلى أنها أيضا هي قرارات يعني تدافع أيضا عن مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والسلام إذن الجزائر هي في هذا الجانب بينما القوى الأخرى هي أمام العالم كله جهارا نهارا تخرق هذه القوانين وتدوس عليها وبالتالي الفرق واضح بين موقف المدافع عن الشرعية ومن يدوسون عليه بالحديث عن الموقف الجزائرية تجاه القضايا العادلة مؤخرا بيان وزارة الخارجية الجزائرية جاء بلهجة حادة وكلمات استهجان قوية ردا عن الموقف الفرنسي بيان الخارجية الجزائرية حمل فرنسا وحدها المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء السارخ على القانون الدولي وعلى منظمة الأمم المتحدة وحتى على حساب إرادة الشعب الفرنسي نفسه كيف تبعتم بيان وزارة الخارجية؟ نحن نشيد بهذا الموقف القوي والشجاع ونتمنى أن يجد آذان صاغية من طرف المسؤولين الفرنسيين وحتى من طرف الأمم المتحدة ليقوموا بتصحيح هذا الموقف ونحن عندنا ثقة كبيرة أن الجزائر اليوم دولة محورية في شمال إفريقيا لا يمكن تجاهل مواقفها والدولة محترمة وتحظى بمصداقية لأنها معروفة بدفاعها عن القضايا العادلة ومعروفة باتزانها في مواقفها ولا شك أنه سيكون له أثر هذه ثقة كبيرة وهي نبهت على أن فرنسا ستكون مسؤولة عن هذا الموقف وأنه بيان أيضا الحكومة الصحراوي أكد هذا وقال أن فرنسا أقصت نفسها من المساعي السلمية وحتى من انتماها لبعثة الممتحدة كونها عندها أعضاء في بعثة المنورس والصحراء الغربية هي أصبحت طرف منحاز إذن لم تعد لها إمكانية أن تلعب دور لأنها خرجت عن الحياد وخرجت عن الشرعية الدولية واختارت التصعيد والتوتر وبالتالي لم تعد لها المكانة اللي العالم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن يسهر على حفظ السلام وبالتالي بيان الحكومة الجزائرية جاء في وقته ووضع النقاط على الحروف وإحنا ثقتنا أنه العالم اليوم تغير ولم يعود عالم اللي كانت تطغى فيه القوى الاستعمارية وأنها شعوب العالم الثالثة مقهورة اليوم فارق اللي كان ما بين القوى الاستعمارية والدول المستقلة حديثا تقلص في المستويات كلها وإمكانيات دول الجنوب الكبير كما تسمى وحتى يعني بعض الدول الأخرى أصبحت كبيرة ولم يعود بالإمكان السير في الاتجاه الاستعماري ليتنكر لكل الشعوب وحتى المنظومة الدولية لم يعود بالإمكان أنها تبقى بهذه الصيغة لأنها فقدت مصداقيتها وسقطت كل الأقنعة وأصبح من الضروري إصلاح هذه المنظومة من أجل ضمان السلم والعدل إذن المستقبل للشعوب والجزائر انتصرت بعزيمتها وبحكمتها وبسياستها ضد القوى الفرنسية في استينات ومدعومها بالحلف الأطلسي اليوم ثقتنا كبيرة أنها ستنتصر مثل ما انتصرت في الأسابع الماضية في مجلس الأمن وفي قرارات حتى ضد قوى كبرى وازنة استطعت أنها تجمع حولها مواقف مجلس الأمن لوقف اطلاق النار في غزة ودعم الفتح المعابر لتقديم المساعدات لفلسطين وحتى في القضية الصحراوية هي تتكلم بقوة وبشرعية كبيرة موقفة إن شاء الله سيكونوا أثروا والصحراويين سيواصلون بكل الطرق إن شاء الله سعادة السفير بالحديث عن صمود الشعب الصحراوي التأمت قبل أيام الجامعة الصيفية لإدارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها الثانية عشر في ولاية بومرداس الجزائرية والموقف بقي واحدا صلبا وهو مواصلة القتال والكفاح إلى غاية الاستقلال ومن خلال موقف فرنسا الأخير يتأكد بما لا يدع مجانا للشك بأن قرار الشعب الصحراوي تحت قيادته جبهة البوليساريو كان صحيحا سعادة السفير صحيح تماما هو هذا الجامع انعقدت تحت شعار الكفاح والتضحية لفرد الاستقلال والحرية على طريق الشهداء وواحد وخمسين سنة من الكفاح من النضال هذه الدليل على صمود الشعب الصحراوي وعلى صلابة مقاومة النظام المغربي كان يظن أنها جولة أسبوع وسينتهي كل شيء وإذا بها وصلت إلى أكثر من نصف قرن والشعب الصحراوي امتلك تجارب في مختلف الميادين وكله إجماع على مواصلة الكفاح وأيضا الحمد لله في الجامعة الصيفية كان حضور لكل أطياف المجتمع المدني والأحزاب السياسية للشعب الجزائري مجمع على دعم هذه القضية ويعتبرها قضية حق وشرعية وأنها أيضا هي أمل الشعوب لتسود العدالة وتسود الديمقراطية واحترام القانون الدولي لأنه عكس ذلك سيكون سيادة قانون الغاب وخلق سوابق لتغيير الحدود بالقوة وبالعف وسيكون خطير على كل دول المنطقة إذن القضية الصحراوية هي رهان تاريخي وستراتيجي لكل شعوب شمال إفريقيا وحتى في إفريقيا كلها لأنه هذه متعلق بها احترام المثاق التأسيسي لإفريقيا والمواثيق الأممية وحتى الاستقرار والسلم في المنطقة إذا لقدر الله كتبا للنظام المائري بأنه يغير ويفعل ما شاء سيواصل التوسع وسيزج بهذه المنطقة في عهود من التوتر والحروب لا نهاية لها وحتى إفريقيا نفسها إذن هي الدولة الصحراوية عامل استقرار وسلام في المنطقة واحترام القانون الدولي وهذا يستحق من الجميع أنه يواصل هذا الدعم لتنعم الشعوب ونبني جميعا مغرب الشعوب وإفريقيا حرة وكريمة في إطار سيادة القانون في الأخير نشكركم سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر السيد عبدالقادر طالب عمان على هذا الحوار